احنا دائما عودناكم وبالذات يوم الاربع نحب نخش في المواضيع الاجتماعية ووضعنا الحقيقة كواحدة من المنصات الاعلامية ان احنا نحاول نشتغل على رفع الوعي في الدايرة الاجتماعية بتاعت بلدنا وبتاعت منطقتنا وبتاعت الحياة بتاعنا ان احنا ازاي نحل مشاكل اعلاقات مشاكل تحصل بين الزملاء بين الجيران بين البيت واحد من رجل وسط فالنهاردة مستمرين في مهمتنا وبنتكلم عن العلاقات وتسليط الضوء على نوع من العلاقات نتناقش فيها ونشوف هل هي صح ولا لأ ايه اللي باخطاء اللي ممكن تكون بتتعامل الحقيقة ان في دراسة منشورة لسه في صحيفة بريطانية اسمها دا سان بتقول ان المتوقع زيادة نسب الطلاق بشكل كبير وده عشان ايه؟ ده عشان الموبايلات انا قولت قبل كده حدش صدق الدراسة بتقول ان الستات والرجالة وكل واحد فيهم اعترف كان يشارك في هذه الدراسة او البحث انه بيقضي ست ساعات على الموبايل بالاضافة لساعات شغله الطبيعية وساعات النوم فالوقت اللي بيكون متبقي للعلاقات او ان الازواج والزوجات المرتبطين ببعض يعودوا مع بعض يتكلموا مع بعض يتواصلوا حقيقة مع بعض بقى وقت قليل جدا وبيقولك ان الستات والرجال ايه اللي اتنين اعترفوا ان هما ما يقدروش يعودوا وقت طويل من غير موبايل والامر تحول شوية بشوية انهم بقوا يستغنوا عن اغلب العلاقات وعن التواصل مع نفسهم ومع ولادهم ومع الاسرة كلها والحقيقة كمان ومش غريب ان اكتشفوا ان اكتر من 55% من نسبة المشاركين في هذه الدراسة اكدوا ان هما بيفضلوا يبقوا قاعدين بصحبة موبايلهم عن انهم يكونوا قاعدين مع الطرف التاني او شركهم في الحياة انت رأيك ايه في الدراسة دي يا استاذ ايمان شوف يا ست البنات ايوانا يرى 55% قالوا موافقون وانه فعلا ما يقدروش يستغنوا عن الموبايل بس احنا انا مرهنة على ال45 اللي فضلين ده نمرة واحد نمرة اتنين انا اعرف سنائيات لطيفة جدا ما يقعودوا مع بعض عشان اللحظات دي هما عارفين ومدركين اولا ان هي ندرة جدا وان هي مهمة جدا وان هي دي لهم محتاجينها فعلا فكرة التواصل مع بعض طول الوقت بيقفلوا تليفوناتهم خالص ويكشي الدنيا تولع عادي مفيش مشكلة خالص بس احنا قاعدين مع بعض دلوقتي حتى لو وقت قليل فهنا بشوف ان الناس اللي بتفضل تبقى بصحبة موبايلها عن ان هي تبقى بصحبة شريك حياتها او الطرف الاخر الناس دي لازم الاول تقعد تحل مشاكلها مع بعض لان هما كده على صفيح ساخن هما كده عندهم غضب متراكم هما كده عندهم مشاكل بينهم وبين بعض مدفونة او لسه ما طفدش على السطح او باين منها بس طرف هرم الجليد او اللي هو نار تحت الرماد اللي هو حاجات كتير قوي لأ احنا نقعد نتكلم ونواجه بعض ونحكي لبعض علشان موضوع ما يكبرش الموبايل مسكن انا بها ربيه هي وهو وسيلة هروب هو لا هو ضرورة ولا هو لازم فعشان لازم نفهم بس احنا بنحرب من ايه وخلوا بقى لكم ان دايما بشوف انه الست بتقدم حنية والراجل بيقدم امان الامان قلنا ليه اشكال كتيرة جدا احترم مشاعرها علشان مشاعرها تزهر لانه فيه ست مع راجل بتزهر وفيه ست مشاعرها مع راجل بتقبر فهو في الاول في الاخر انت حسب انت هتستلم المشاعر بتاعت الست دي ازاي ان هي لقت مفيش امل منك ومفيش فايدة منك وانه مشاعرها عمالة بتتحرق وبتروح في غير محلها وانه بضيع وقت معاك بضيع عمر معاك وبضيع حياتها معاك بمنطقة البساطة هتشوف لها حاجة تانية تعملها هتخلق لنفسها دوائر علاقات مختلفة وخصوصيات مختلفة ويبتدي يحصل انفصال داخلي وانفصال نفسي وانفصال عاطفي بينكم انا اسفة طولت لا لا اولي يومي بس ده عن تجربة والله ناس هو قولا واحدا مهما فيهاش ما يفعش يختلف عليها حد عاقل يوم ما انا كزوجة او انا كزوج ابقى بفضل ان انا اقضي وقتي على الموبايل عن ان انا قضيه مع شريك حياتي اللي هو ممكن يكون نفسه وعاوز او هي نفسها وعايزة تقضي وقت الفاضل من بعد الشغل ومن بعد النوم معايا يبقى فعلا في حاجة غلط ولو سبتها حتتراكم ولو سبتها حتجبر وهتعمل ازمة وربما هذه العلاقة الزوجية او هذا البيت العمران وممكن يكون فيه عيال يوصل لنهاية سيئة فلما نلاقي ان ده اللي بيحصل بالفعل وان احنا بنقضي وقتنا الوقت الفراغ اللي هو بفوض يكون ملك لطرف التاني الجوزي او المراطي بفضل انا اقضيه على الموبايل راعي ضميري واقعد مع الطرف التاني ونشوف ازاي نغير هذا الحال اشتركوا في القناة